إذن مجددين الكرام سبحونا نبدأ بملف المعلمين كان فيه اجتماع نيابي حكومي مع نقابة المعلمين في داخل أروقة البرلمان هذا الاجتماع كان ابتدأه المعلمون بالحديث كان الحديث يمثل وجهة نظر المعلمين بنظام الخدمة المدنية وببعض التصريحات التي صدرت عن الناطق الإعلامي باسم الحكومة محمد المومني وبمدير عام ديوان الخدمة المدنية بناحية انتقاد مواقفهم وتصريحاتهم اللي نقابة ترى أنها كان فيها إساءة للمعلمين النواب بعد ذلك حاولوا أنهم يدافعوا عن الحكومة بحضور بعض الوزراء وزير التربية والتعليم وتطوير القطاع العام وغيره وهذا الأمر أدى إلى يكون فيه تلاسن البعض وصف المشهد أنه لا صار فيه كمان عراق بالأيدي البعض يحكي لا ما وصلت لهون المهم نقيب المعلمين والمعلمين زموا حالهم وانسحبوا من الجلسة احتجاجا على ردود الفعل النيابية اتجاه مطالبهم واتجاه ما أدلوا به في توضيح وجهة نظرهم على كل حال هذه المقدمة البسيطة نذهب إلى مقدمة أخرى من خلال هذا التقرير للزميل أنس الشريف نفذ المعلمون خطوتهم التصعيدية الأولى بإضراب جزئي عن العمل وصلت نسبته وفق ما أعلنت نقابة المعلمين إلى 98% مع نهاية الحصة الثالثة وفي جميع مدارس المملكة أشارت النقابة إلى أن الإضراب جاء نتيجة لعدم استجابة الحكومة لمطالب نقابة المعلمين بما يخص تعديلات نظام الخدمة المدنية الجائرة على موظفي القطاع العام على حد قولها وفي خطوة تصعيدية أخرى دعت نقابة المعلمين جميع القطاعات الحكومية المتضررة من هذه التعديلات إلى المشاركة بالاعتصام الذي دعت له النقابة يوم الاثنين المقبل الساعة الواحدة ظهرا أمام رئاسة الوزراء على الدوار الرابع احتجاجا على نظام الخدمة المدنية والذي سيشارك فيه جميع معلمي المملكة من جهاته أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز احترام الوزارة لحق المعلمين في حرية التعبير مبينا أن كل الوسائل القانونية متاحة لهم في التعبير عن مطالبهم داعيا لأهمية تغليب مصلحة الطلبة باعتبارها البوصلة التي نعمل باتجاهها جميعا الرزاز أكد أيضا احترام المعلمين ورسالتهم التي كانت وما زالت محمل اهتمام وتقدير باعتبارها أداة التغيير في العملية التربوية كشف الوزير أن الوزارة تعمل منذ تسعة شهور للشراكة مع نقابة المعلمين على إعداد نظام خاص لمزاولة مهنة التعليم ومسار وظيفي خاص للمعلمين مبينا أن النظام يتضمن معايير لتقييم الأداء والحوافز والعلاوات ويسهم في تنميتهم مهنيا ويراعي خصوصيتهم فهل سيمضي المعلمون في اعتصام جديد يوم الاثنين أم أن قرارات جديدة ستلبي مطالبهم بإذن مشهدين الكرام بعد متابعة هذا التقرير الذي رصد لنا ما الذي جرى خلال الساعات الماضية اسمحوا لنا أن نرحب بالناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين الدكتور أحمد الحجاية دكتور أحمد مساء الخير مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام تحياتنا لك دكتور أحمد ويعني الشارع الأردني يتابع الحقيقة تطورات قضية المعلمين بتعاطف واضح يعني بنسبة كبيرة مع المعلم الأردني لأهميته بكل تأكيد على مستوى الوطن والكل حاب يعرف بداية شو اللي صار ما بين المعلمين ونواب الوطن في مجلس النواب تحية مرة ثانية لك للجميع المشاهدين والمستمعين فراحة كان قام مجلس نقابة المعلمين بتوجيه رسائل وكتب في جميع الجهات التي ممكن أن تسهم في تحقيق بطالب المعلمين أو المساعدة في تحقيق بطالب المعلمين وأيضاً كروع من التوعية ونصفاح عن هذه المطالب قبل أن نصل إلى الغراءات التصعيدية التي وصلنا إليها وكان من جملة هذه الجهات والمؤسسات هو نقاط النواب حيث أيضاً هو جهة مختمة ومسؤولة قانونياً وأخلاقياً عن كبير من المؤسسات الوطنية والشرائح الاجتماعية كان هذا الموعد الذي ضرب يوم أمس بلقاء اللجان الإيجارية الأربعة ومخصصة في الملفات المطروحة أمام الحكومة وبين يديها من قبل اللقابة المعلمين عندما أتينا إلى الاجتماع الموعود الموعود ساعة 11 أمس وبدأ رئيس الجلس نائب عادت الماء مردوق الدعاجة بفتح الحديث وكان مجموعة من النواب ورسال اللجان والوزراء المعنيين في تلك الملفات الموجودين كان يعني بدأ أعطى الحديث لنقيب المعلمين ساعة المدرحات وأعطى إيجاب عن هذه الملفات بشكل عام ثم نحن في لقات المعلمين موزعين هذه الملفات والأدوار بين أعضاء المدرس فكان هذا الملف اللي هو تعديلات دول الخدمة مدنية مع الزميل حسن العتو يعني أعطى الحديث وفجأ بالحديث هو الشرح من جهتين من ناحية التصريحات الإعلامية والتصريحات لرئيس دول الخدمة مدنية وغنط إعلامي حول تعديلات دول الخدمة مدنية والتي كان فيها استجزاز كثير وإطارة وبلو فيها تحدي وتعدي وتجني على الموظف الحكومي العام فأبرزنا احتجازنا ورصنا من خلال جميلنا حتى نعطون لتلك التصريحات التي هي لا تعتبر لاحقا لا بالحكومة ولا بالموظف الأردني الذي هو موظف الأردني والحفظ الكامل بأن يعبر عنه قانونيا بالطريق اللائق لا يجوز أن يقول يقال عنه أنه يطرد من الوظيفة هذا إذا كان يجوز قبول فرده لذلك لا يجوز الرئيس دول الخدمة مدنية أن يصرح عن وزير السربيل التعليم وأن يتجاود ويتحطى إلى دور أكبر من وظيفته ومكانته وكان النقل اللاذع للحكومة الموجهة لحكم مواقعهم وليس بحيث صفاته والشخصية وانتهى تقريبا الأوجز الذي قدمه عضو المجلس حول تعديلات ورفضنا لهذه تعديلات من الشقين ثم بعد ذلك وجئنا بردة فعل من أحد أعضاء اللجان والناهب الدكتور عيسى الخشاشني بطريقة اللغة كانت مفاجئة وغريبة أن يتصد بالدفاع عن الحكومة تحت مسمى أنه مدنس النواب لا يجوز حدا يحكي فيه بأي لغة قوية أو تقريعية علمه أنه لم يكن لأناك لا سدب ولا شتم وأنه لم يكن هناك نقب لاذع للحكومة بحجم الغضب الموجود في الميدان وعند المعلمين نعم فراحة كان ردة الفعل منه باللغة الخطابية أنه إحنا ما بصير تأكو هيك وإحنا ما جبناكو هيك كأنه إحنا طلاب أو أطفال وهو إيمال الدور المعلم فكذلك قال أنتم لازم تحكوا بإحترام وإنتم مش عارف إيش وتتعذبوا لغة هذه الصراحة إحنا فوجئنا فيها وبالتالي خضبنا منها وأعلننا انتحارنا من الجلسة وانتقلنا إلى الأخر مجاورة بس دكتور هنا في هذه النقطة دكتور إذا سمحت لي يعني هل كان في رضا من رئيس الجلسة وهو نائب مرزوق دعاجة وزملاء الآخرين نواب لم يتحدث أحد نهائيا لا رفضا ولا إيجابا ونسبة أن رئيس الجلسة حاول أن يمنع النائب من الحديث ولكنه اختحى من الحديث قبله حتى أن يأذنه رئيس الجلسة يعني دكتور هنا منقدر نحكي أنه رد الفعل كان رد فعل شخصي لا يمثل مجلس النواب هيك بتعتبرو أنتو كنظام بالتأكيد 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 هو رد فعل شخصي ليعبر عن مجلس النواب ولا حتى يعبر عن النواب المحترمين الجاسين الذين يعني صراحة غمرونا بطيبهم وكرمهم من معهد المازل القاضي خارج رمضان وغيرهم النواب اللي حقوا فينا بالفرص المجاورة وقالوا إحنا نحق لكم استعبروا عن رأيكم بقوة والحكومة يحق لها كمان ترد لما يجي الدور عند الوزراء والناس المعنيين صحيح لكن إحنا وحتى هو الوضع تقريبا وقدنا أن نرجع إلى الجلسة لكن اشترطنا أنه هذا النائب إما أن يغادر وأما أن يعتذر لكن فوجينا بالنائب الآخر الذي لم يكن في الجلسة وإيجا زي فاي بالسيلة اللي هو محمود الأدوان ودخل علينا وإحنا بنقول إحنا النائب إحنا لا نرجع إلى الجلسة وهو موجود يخرج من الجلسة فأجأنا وإن يقول أنتم اللي بتخرجوا وأنت اللي بتطلعوا برها من مجلس النواب ومن هذا القاعة وحمل طرابيزة كانت بين يديه لكن أحد الزملاء أخذها منه ورماعة في الأرض وبالتالي بدأت هناك يعني فراحة الشجار والعراك مليدي ودخل موظفين من مجلس النواب ونعرفهم بالاسم والصورة حيث هو إحنا مصور النقابة كان موجود مصور جميع تقريباً اللخطات والإحداث التي حصلت وبالتالي إحنا الموظفين من مجلس النواب أيضاً تهجموا على عضاء المجلس وحاولوا أن يمدوا يديهم في هذا الموقف الذي حصل وعند ذلك إحنا قررنا مغادرة مجلس النواب لأنه الأجواء أصبحت غير حوارية وغير حالي طيب هنا دكتور إيش رح يكون ردد فعلكم كنقابة على المستوى إما قضايا أو قانون إذا كنت رفعوا دعاوة أو على المستوى على الأقل للشعبي يعني خاصة أنه إحنا أنا شوفت تابعت يعني كلام الأستاذ حسن العتوم وإن نشرته كلام كان كما وصفته يعني كان قوي لا ذعوة لكن بيمثل المعلمين وهذا حق للمعلمين لكن الآن ما جرى من عراق بأيدي هل رح تبثوا على صفحتكم هل رح تصعدوا من ناحية قانونية إحنا صراحة يعني حتى لا يفهم الوضع يعني أنه نقدر الغضب في الميدان والتعاطب في هذا الموقف إحنا لم يعني يصل أي إساءة إلا لغضية من قبل الناس الموجودين في النواب لم يخدش أي حد من المجلس ولم يضرب ولم يلمس وإنما كانت هناك ألفاظ يعني غير لائقة وبنفس الوقت احنا لا تكتميه لذا فعنا نقصنا بموتينا من هذا الأمر وحسب البطيات اللي كانت فيها موجودة وحتى لا يعني صراحة المجلس والنخيب وحضاء المجلس حتى لا الأمور ستفهم على غير مسارة صحيح نحن النائبين فقط نحملهم المسؤولية نعم نعم نحملهم مسؤولية تفسات تلك الجلسة وتفويت ذلك اللقاء الذي ممكن أن يكون فيه طريق لحل أو المساهمة في حل جزء من هذه القضايا ونحن نحمل المجلس كمجلس والنواب الآخرين هذا الأمر نجلس النواب هو مؤسسة ومظلة وبيت الجنيع الأردنيين ليس بيك لأحد ولا لشخص معين فنحن نستطيع سنة سبريه أي وقت والنواب كذلك اليوم تحدث معنا رئيس مجلس النواب وتحدث لكل هد وكل لقص حتى استعداده من الاعتذار إذا الأمر يصل إلى الاعتذار لكننا نحن لا نريد تضخيم أمور ولا نريد مكاتلة النطور نحن نريد عينب لقامة المعلمين نحن نريد تحقيق مطالبنا نحن نريد خدمة المعلمين دون أن نذهب إلى معارك جانبية تؤدي إلى طائب الوراة يعني كلام جميل دكتور والجميل أيضا أن نركز على الموضوع الرئيسي وهو مطالب المعلمين أحسن ما يتم حرفها ولكن هذا توضيح للرأي العام على الأقل ما الذي حدث بالجلسة كان عندكم خيارات وبدائل ومن ضمن هذه الخيارات الإضراب واليوم كان فيه إضراب بالمعلمين تحكي لنا أكثر عن مدى الاستجابة إذا كان فيه دراسة أو أرقام تملكها دكتور وما الخطوات القادمة لكم صراحة نحن في لقابة المعلمين منذ أن قررنا أن نبدأ الإضرابة الصعيدية نتيجة المماطلة والتسويف من قبل الحكومة لشهور طويلة أو لسنة تقريبا سكرنا لجنة أذنة مشتركة من رؤساء الهروع وهضاء المدرس وقررت هذه اللجنة اللي هي لجنة أذنة لإدارة هذه العمليات الحالية أن يكون هناك وقطات احتجاجية ثم أمام المدريات ثم بعد ذلك وقطات احتجاجية كبرى وحصلت أمام ديوان الخدمة المدنية ثم بعد ذلك قرروا أن يكون هناك أضراب جزء يوم الخميس اليوم ونقف بشكل منقطع النظير وفوق المتوقع ثم بعد ذلك كان وسيكون وقطة احتجاجية أمام مجلس الوزراء الدوار الرابع يوم الأثنين القادم الساعة الواحدة ظهرا وبعد ذلك أو قبل ذلك كل الخيارات مفتوحة نتيجة المعطيات التي تكون على الأرض ونحن قلوبنا ونحن قلوبنا مفتوحة لأي حوار ممكن والجلوس على طاقة الحوار من تحقيق أهداف وغيات ومطالب المعلمين المشروحة جميل سؤال الأخير لك دكتور وزاة التربية والتعليم باعتبارها الجهة الحكومية اللي لها العلاقة الوثيقة مع المعلم ومع النقابة والوزير شخصيا كيف شايفين مواقفهم وهل ممكن أن يملكوا البديل وخاصة تصريحات الوزير قبل أيام عن النظام الخاص لمزاولة المهندة بالنسبة للمعلمين صراحة وبدون مجاملة وزارة التربية والتعليم ملفات التي قدمناها هي أكبر من طاقة وحجم وصلاحية وزارة التربية والتعليم وبالتالي نحن ندرك التعاون والوزارة والوزير لكن نحن بهذا الإجراءات وهذا التصعيد نحن ندفع الحكومة إلى أن تتفهم وتساند وتفتح أيضا أيديها للوزارة في حل هذه المشكلة الوزارة لم يكن لديها مشكلة في كثير من القضايا الموجودة في النادينا لكن عندما يخرج الأمر إلى دائرتين إلى الدائرة المالية في رئاس الوزراء وإلى الدائرة الإدارية في دول الخدمة المدنية تصبح هناك الحوار من هذه الجهات أما مزير التربية والتعليم مع أمام الوزارة وبالتالي نحن ندرك مطالبنا وندرك حجم وصلاحيات وإمكانيات وزارة تروي التعليم في تلبية مطالبنا وبالتالي نحن نرى أن وزارة تروي التعليم ومعالي الوزير شركاء في إقناع الحكومة والجهات المختصة في أن يكون للمعلمين بالذات المعلمين يكون لهم نظام خاص في مطار يخرجهم من دائرة دوان الخدمة المدنية وكذلك يكون لهم ذلك الدفع المالي والعصر المالي الذي يجب أن يكون فيه كرم من قبل الحكومة لإصلاح التعليم إذا كانوا يريدوا إصلاح تعليما إصلاحي حكثين للتعليم فالحالة الحكومة تفتح يدها في انتشار هذا القطاع القطاع التعليم والمعلمين من الوضع الذي هم فيه وهذا لا يتأتى إلا بقرارات جريعة وصريحة ووضعة ودعم وزير التربية والتعليم ووزارته في الخطط والأفكار المشاركة التي رسلناها من دوشهور جميل أبدأ أشكرك كل شكر دكتور شكرا لزيلا على هذه الإضاحات وكل الدعم أيضا للمعلم الأردني واللقابة المعلمين في مطالبهم بتمثيلهم لمعلمين الأردن وبالتالي نحافظ على العملية التربوية والتعليمية في أردن وبالتالي نحافظ على أجيالنا وبالتالي نحافظ على أمننا وعلى مستقبلنا شكرا لناطق اللامي باسم لقابة المعلمين دكتور أحمد الحجاية هذه وجهة نظر النقابة بكل ما لديهم من مطالب وما حدث في البرلمان بس نقطة أخيرة اللي أريد أحكيها أنه من يختلف من يختلف يمكن في أولياء أمور بيقول لك لا يعني المعلمين مزودينها في هذا الموضوع مطالبهم مش محقة اشمعنا المعلمين لاش هم غير عن باقي الموظفين في القطاع العام كثير ممكن يكون في أحديث ووجهات نظر في هذا الموضوع لكن أعتقد أن المعلم له مكانته الخاصة ومن حق النقابة هذا الجسم موجود عشان يدافع عن حقوق المعلمين بالتالي من حقهم أن يطالب بحقوقهم حتى ولو شعر الآخرين أنها مبالغ فيها أو أنها زيادة عن الحد أو عن اللزوم لكن أعتقد أن هذا عمل النقابة في هذا الجانب هي الدفاع عن حقوق المعلمين ولم يتم البت لم يتم البت بعد في أنه أيهما أفضل وأيهما أصلح للنظام التعليمي ديش أحكي للمعلم للنظام التعليمي هل هذه التعليمات اللي في نظام الخدمة وموضوع البصمة غيرها من المواضيع الخلافية ما صار فيها عليها الحوار الكافي ما بين الجهات المعنية حتى يتم البت فيها وإقراها وبالتالي يبقى للمعلم الحق في الطعن بها وبعدم جدواها إلى أن يتم هناك حوار نقاش اجتماعات جهدة وعملية من كل الأطراف يتوافق فيها على النظام الأفضل للعملية التعليمية وللموظف الحكومي الأردني ومن ضمنهم المعلم وإذا كان له وضعية خاصة فمن حقه أن يحصل عليها كما باقي القطاعات نكتفي بهذا القدر بهذا الملف نذهب إلى فاصل نعود من بعده بملفات جديدة لذلك وألم ترجمة نانسي قنقر